التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين غرة شهر رمضان نبارك للمؤمنين حلول شهر رمضان الكريم المبارك شهر الله الأكبر وعيد أوليائه الذي قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال شهر الضيافة السخية والرحمة الإلهية ونزول القرآن وربيعه الذي اختاره الله تعالى وجعله سيد الشهور وأشرفها فكان أكرم مصحوب من الأوقات وخير شهر في الأيام والساعات مطلوباً قبل وقته ومحزوناً عليه قبل فوته ولهذا ورد استحباب الإبتهال إلى الله عز وجل عند دخوله بدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يقول فيه الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين ومما ورد من الأعمال عند رؤية هلال شهر رمضان أن لا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى السماء وخاطب الهلال وقل ربي وربك الله رب العالمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره وشره وبلاءه وفتنته وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن كما ينبغي للمؤمنين الإتيان بالأعمال العبادية لهذه الليلة المباركة التي تضمنتها كتب الأدعية والعبادات ضمن الأعمال الخاصة لهذا الشهر الفضيل لما فيها من خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره وبركته وطهوره ورزقه وخير ما فيه وخير ما بعده كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة